موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أيها الأحباب الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العشر كريم أن يجعلنا من عتاقاء شهر رمضان من النيران أيها الأحباب الكرام إن من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلهم وسطا في كل شيء وسطا في الأحكام والشرائع ووسطا في الفضائل والآداب فبين رب العزة تبارك وتعالى فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تبارك وتعالى في سورة الإسراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أيها الأحباب الكرام إن من الأخطاء الشائعة والتي تحدث في شهر رمضان المبارك سعي الناس قبل شهر رمضان المبارك إلى شراء الكميات الكبيرة من المواد الغذائية والمواد التموينية وإدخارها في داخل البيوت وكذلك من الأخطاء أن يكون على مائدة الإفطار في شهر رمضان الأنواع المنوعة من الأطعمة والأشربة والتي يكفي من العبد المؤمن أن يتناول من الموجود الشيء اليسير فلذلك أيها الأحباب الكرام يهرعوا الناس في بداية شهر رمضان إلى الشراء دون التفكير أن الاستعداد لرمضان لا يكون في الاستعداد بشراء المواد الغذائية والتموينية وإنما الاستعداد لرمضان بما يرضي الله سبحانه وتعالى بقدر ما على الأمة أن تفكر أنهم استغلال شهر رمضان في طاعة الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والرجوع إليه حتى نخرج من رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنحن نسعى إلى مرضات الله عز وجل لا نسعى إلى أن يكون في شهر رمضان شهر الإسراف وشهر التبذير وشهر رمي النفايات الكثيرة من الأطعمة التي هي فائضة عن حاجة المسلم ولقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تأكل وتشرب دون الإسراف يقول عروه رضي الله عنه وأرضاه وعروه بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه دعوت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه إلى إفطار في شهر رمضان المبارك يقول عروه رضي الله عنه وأرضاه فقدمت أمام أم المؤمنين فجعلت أقدم قصعة وأرفع أخرى حتى وضعت أنواع الطعام أمام أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه يقول فنظرت إلى الطعام ثم التفتت إلى الحائط فجعلت تبكي رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين عائشة نظرت إلى الطعام ثم التفتت إلى الحائط أي أقلعت ببصرها عن النظر إلى الأنواع المنوعة في مأدبة الإفطار فالتفتت إلى الحائط وجعلت تبكي فقلت لها يا أمه والله أردت أن أسعدك أردت أن أكرمك فلماذا هذا البكاء فقالت رضي الله عنها وأرضاه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير ولقد كان يمر بنا هلال وهلال وهلال أي ثلاثة أشهر ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار أي ليس هناك طبخ لا يوقد نار أي ليس هناك ما يوضع على النار من شيء يطبخ كان يمر بنا هلال وهلال وهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار فقلت لها متعجبا يا أمه على ماذا كنتم تقتاتون على ماذا كنتم تعيشوا فقالت رضي الله عنها وأرضاها على الأسودين التمر والماء حبيبكم صلى الله عليه وسلم والله لو أراد لو أراد الدنيا وما فيها إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عند مولاه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أحسن الأصناف ومن أحسن الأنواع ولكنه صلى الله عليه وسلم جعل حياة آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة أن يكون طعامهم ورزقهم كفافة أي ما يسد به الرمق نحن أمة لا نأكل حتى نجوع ولا نسرف في طعامنا وفي شرابنا فلذلك أيها الأخ الكريم أيها الأخت المسلمة احرصي على أن لا يكون هناك ما يرمى في الحاويات ترى العجب العجاب في شهر رمضان في الحاويات ممتلئة بالأطعمة الفائضة عن حاجة المسلم احرص أيها الأخ المسلم أختي المسلمة أن يكون الطعام شهر رمضان ما يكفي ويسد رمق بحيث أنك إذا جلست على الطعام تأكل وتشرب بدون الإسراف والتبدير جعلني الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر